اليوم سوف نتعرف على طريقة توقفية حل المشكلة تغيير كلمات المرارة على تطبيقك الخاص في يوتيوب ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالتغطى على التطبيق والإعدادات هنا ثم بعدها سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة ثم بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط هنا على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيق يوتيوب وبعدها سوف تضغط على يوتيوب هنا نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق هنا ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط لائقة في إجباري ثم تضغط على موافق بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسأل التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإطفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي تقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل